السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعت لكم فيديو جديد النهاردة اول فيديو لنا في رمضان كل سنة وانتو طيبين فيديو النهاردة حنتكلم عن موضوعين اا اول موضوع عملة اا لقيت ناس كتير قوي بتتكلم عليها اا الاسبوعين اللي فاتوا عن وتعدين عن طريق السي بيو والجي بيو انا مش من هوات التعدين بالسي بيو والجي بيو بس هعرض لكم العملة انا جربتها بقى اليومين اا حوريكم النتائج بتاعتها وبتشتغل ازاي واخبارها ايه دي اول حاجة احنتكلم عليها النهاردة في فيديو النهاردة تاني حاجة واللي عايز اتكلم معاكو فيها واشارككو فيها اللي حصل في جولد شيل والاعلان عن الجهاز الجديد بتاعهم لتعدين الكازبة واللي كان فضيحة بكل المقاييس اا حندردش في الكلام ده كله فيديو النهاردة كل سنة وانتو طيبين واستنوني ما تروحوش في ايه حد وارجعت لكم على طول عشان نتكلم في الجزء الاول من الفيديو بتاعنا النهاردة عن الفضيحة اللي حصلت في جولد شيل واليفنت اللي كانوا عاملينه عن طرح المنتج الجديد بتاعهم اللي هو اا جولد شيل كاي بوكس اللي بيعدن كازبة الشركة اعلنت على الديسكورد يوم عشرة او حداشر مارس انه هم عملوا كمية وحيعملوا عليها بري اوردر وحتتباع للناس كلها وان فيه كمية حلوة اا للي حياخد للي حيعمل شوية خطوات ان هو يعمل لهم متابع على الديسكورد يعمل له يساين اب على اا النيوز اا لست بتاعتهم شوية حاجات غريبة كده على اساس انه هم اللي حيعمل الكلام ده كله حيقدر ياخد جهاز يشتري جهاز في البي اوردر اللي كان معلن عنه يوم تلتاشر ااااا بسعر الرئيس طبعا ااا اعلنوا عن الموضوع ده على الذي هو فيه اربعة تلاف يوزر واعلنه على التويتر اللي برضه مافهوش ناس كتير وكل الناس قاعدت تستنت لان هما المواصفات اللي حطينها للماينر ده مواصفات مش موجودة في ماينر قبل كده وعملنا عليه فيديو ممكن تقدر تشوفه هحط لك الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصفة عن مواصفات الجهاز ده كل الكلام ده لحد دلوقتي حلو بس اللي جاي هو اللي مش حلو لو افترضنا حسن النية فاللي حصل يوم تلاتاشر ويوم خمستاشر سواء مع الافراد او مع الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها لو ما كاتش فيها شبهة نصب فهي عدم مهنية وشغلها رجالة وحاجة انا ما شفتاش شركة قبل كده نقول اللي حصل بسرعة يوم عشرة اعلنوا ان هما يوم تلاتاشر هيقبلوا الكمية من الناس الساعة آآ واحدة ضهر بتوقيت يوم تلاتاشر قال لك اللي هيعوز يعمل يخش على الموقع بتاعنا آآ يعمل وسعر الجهاز لسه هنعلنوا بعد كده جات الناس يوم تلاتاشر بيفتحوا الويب سايت الويب سايت ما بيفتحش الويب سايت ما بيفتحش الويب سايت ما بيفتحش الويب سايت ما بيفتحش آآ ارجع واقول لو اعتبرنا حسن النية فهم خلوا الناس تقعد اكتر من ساعة تحاول تدخل على الموقع بتاعهم وبعد ما الموقع فتح لقوا ان سعر الجهاز مش معلن وكل اللي مطلوب منك ان انت تدفع تسعة وتسعين دولار آآ تسعة وتسعين يو اس دي تي كدي بوزت الجهاز ما نعرفش سعره ومحدش اعلن عن سعره لا جولد شيل ولا غيرها كلها كانت تكاهدات آآ اللي عرف يدفع التسعة وتسعين لا ان هو مطالب انه يدفع التسعة وتسعين يو اس دي تي فقط على ال اي ار سي توينتي على شبكة الاثيريوم يعني دفع نصهم تاني جاز فيس طبعا بالنسبة لي انا ما كنتش حرضة ابدا ان انا ادفع دي بوزت على جهاز انا ما اعرفش سعره بعد كده راجع صاحب الكو فاوندر بتاع جولد شيل على الديسكورد اعتذر وقال ان هو هيحط كوبون بقيمة مية دولار خصم على سعر الجهاز للي حيخش يشتريه يوم خمستاشر في الشهر اللي هو بعد يوم بعد يومين من الفضيحة الاولى دي نفس الفضيحة بالمسطرة اتكررت يوم خمستاشر بس اللي زاد المرة دي ان ما فيش حد اساسا عرف يشتري الجهاز لم لم الناس اللي على الديسكورد ولا من الناس اللي على التويتر انا ما شفتش غير واحد او اتنين هما اللي كتبوا ان هما عرفوا يشتري الجهاز اللي نزل سعره زي ما انتم شايفين بالف ستمية وخمسين دولار اللي هو كتير جدا على جهاز ميلي زي ده. اه. وابتدت بقى المعلومات بتتصرب شوية شوية. انه اتلم دي بوزت. انه الباتش بتاع شهر مارس مش موجود. مفيش باتش لشهر مارس. اه. هما شوية اجهزة عملوا بروتو تايب. اه. جهازين تلاتة راحوا لليوتيوبرز الكبار. اه. كل خد جهاز او اتنين. اه. على سعر الف وتمنمية دولار للريسيلر. والطلب من كل عشان يحجز في الباتش بتاع ابريل انه يدفع مليون دولار دي بوزت. انا ما سمعتش عن الكلام ده. طبعا كل اللي بقوله ده تسريبات اتقالت على الديسكورد وعلى. اه. التويتر. اه. ما فيش حاجة تأكد المعلومة دي مية في المية. لكن كل الشواهد اللي حوالين الموضوع تؤكد كده. ان ناس كتير دفعت تسعة وتسعين. اه. دولار دي بوزت يوم تلاتاشر. بس ما عرفتش تشتري يوم خمستاشر. وناس كتير يوم خمستاشر حولت تشتري وما عرفتش. او تسعة وتسعين في المية من الناس ما عرفتش تشتري لان ده يأكد ان ما فيش اجهزة اتعملت اساسا. وانه في شوية اجهزة بس هي اللي اتعملت بروتو تايب. كانوا قبل يوم تلاتاشر حاطين السعر ده اللي هو هيبيعوا بيه. وطبعا البروتو تايب اللي راح لهم راح لهم باغلى من كده. فاضطروا يبيغلوا السعر زي ما انتم شايفين. هنا كانوا منزلين الجهاز بالف واربعمية استرليني. بعد كده بعد يوم خمستاشر حطوه بالف وستمية استرليني. والنهار ده رافعوا الالف وسبعمية. ده مش عشان ده عشان اللف والدوران والآاا والطريقة الان دروفاشنال اللي جولد شل ساقت بيها اليفينت. واللي من رأيي آآ خلى ناس كتير قوي. انا واحد منهم ممكن يفكر ميت مرة قبل ما يشتري الجهاز ده. آآآ بس يعني الجهاز ده بالسعر ده انا احسن لي اجيب اربع او خمس اجهزة كي اس زيرو برو واعمل لهم اوفر كلوك لان على اقل ايس ريفر احتربت العميل بتاحها اما قالت معاد باتش نزلته في المعاد اللي حددته اه الويب سايت بتاحهم بسيط بس اه ما بيقعش في كلمة ونص ايس ريفر احترمت العميل بتاحها سواء او اه شركة على العكس حصل في اللي ما احترمتش حد خالص كان كل همه انه يلم وده اللي واضح من اللي حصل يوم تلاتاشر واللي حصل يوم خمستاشر واللي بيحصل دلوقتي كل هتلاقيهم عمالين متخبطين وعمالين يغيروا في الاسعار وما عندهمش يبيعوا ليه? لان كل اللي طلع هو عبارة عن عدد معدود على صابع اليد عشان يعطشوا الناس ان هي عايزة تشتريه بحيس انه يشتروا يوم ما ينزل البتش الكبير في شهر ابريل واللي واضح جدا ان آآ جولد شيل عايزة تعمل الجهاز من فلوس الناس يعني حتى مش عايزين ينفستو ان هما يدفعوا فلوس الماينر عشان يعملوه ده لو كان حيتعامل بصراحة لان انا ما عادش عندي ثقة في الطريقة اللي مشي بها الايفنت بس يا سيدي انا رجعت للكي اس زيرو برو تاني حبيب قلبي وان شاء الله هعمل اربع او خمس اجهزة وبعد كده عمل لها وحتطلع احسن من ده رأيي الشخصي وحبيت اشاركه معاكم عشر ثواني ونبتدي نكمل الجزء التاني من الفيديو بتاني نتروحوش في احد ورجعت لكم على طول عشان نتكلم عن العملة اللي مسماعة قوي الكم يوم اللي فاتوا على اليوتيوب وبين الناس بتوع الكريبتو وهي عملة اه كيوبيك الموقع بتاعهم اسمه كيوبيك دوت اي اي اه العملة بتشتغل في مجال الاي اي الذكاء الاصطناعي اللي السوق هو اللي ماشي دلوقتي واللي هو جيه دوره في انه يرتفع في البول ماركت اللي احنا اللي ابتدى. اه طبعا اللي انتم شايفينه على الشاشة ده الفراي بيعدن. فاللي عند اللي اللي منكم عنده جهاز فراي عارف اللي بيحصل ده. نرجع للكيوبيك دوت اي عملة بتشتغل في مجال الزكاء الاصطناعي زي ما قلنا العملة لسه جديدة الناس اللي ابتدت تعدن فيها اللي عندها جي بي يو او سي بي يو فارمز اريدي موجودة اشتغلوها الشهرين اللي فاتوا كانوا بيدخلوا آآ مبالغ حلوة منها انا زي ما قلتلكم مش من هوات الجي بي يو او السي بي يو ماينينج آآ العملة دي ممكن تعدنها المتاح دلوقتي ان انت تعدنها سولو على البول بتاحهم فانت بتعدن آآ حلت آآ بلوك هتاخد محلتش بلوك مش هتاخد حاجة آآ انا ستابت اللي انت محتاجه عشان تعدن العملة دي آآ فقط على آآ آآ التسعة والانتل التسعة آآ تحت كده ما بيشتغلش انا جربت على اللابتوب بتاعي وعلى الاجهزة بتاعة آآ التعدين الفراي ما اشتغلتش آآ كل اللي مطلوب منك يبقى عندك الرايزن الام دي رايزن ناين او الانتل اي ناين آآ مش مهم الرام الرام ما بتعملش حاجة يعني المفروض يبقى عندك رام بس تشغل الجهاز لكن الرام ما بتعملش ملهاش دور في التعدين آآ لو كان عندك آآ لو هتعدن بالجي بي يو ده موضوع تاني هتحتاج كروت انفيديا مثلا من العالية ده الهارد وير السوفت وير انت محتاج محفظة آآ دي المحفظة بتاعتهم هحط لك الرابط عشان تعمل محفظة في صندوق الوصف تحت آآ آآ اللي بيعدن بتنزله من على الجيت هاب بتاحهم زي ما انت شايف كده آآ آآ دي السوفت وير ما شاء الله نزله سوفت وير جديد النهاردة اهو الوان بوينت ايت بوينت ناين انا كنت شغال على الوان بوينت ايت بوينت سيفن مبارح ده نزل النهاردة حبقى اجربه آآ بعد كده بتخش على الجيسون فايل وتحط الكود اللي انت هتستابع السيستم بتاعك يعني لو انت عندك هتشغاله على لينوكس ادي الاكواد بتاعتك آآ لو هتشغاله على ويندوز ادي الاكواد بتاعتك بس برضو على اهيه على حسب انت هتعدن آآ آآ سولو في البول بتاعهم ولا هتعدن آآ سولو على محفظتك انت بس آآ آآ زي ما قلتلكم انت بتعدن سولو يعني مش بتعدن في بول يعني لما بتعدن في بول انت كده كده بيطلع لك ريوردز لان الريوردز بتتشارك على كل المشتركين في البول هنا انت بتعدن سولو يعني حليت عندو حليت بتاخد ريوردز ما حليتش ما بتاخدش حاجة عندهم البلوك بيسموه سليوشن آآ آآ ادي البورتل انا اهو الجهاز بتاعي ماي بي سي ده اللي انا شغلته مبارح شغال آآ آآ الهاش ريت بتاعهم اسمه اي تي بير ساكنت انا الكمبيوتر بتاعي شغال واحد وتلاتين اي تي بير ساكنت آآ من ساعة ما شغلت الجهاز لحد دلوقتي ما حلتش ولا بلوك زي ما انت شايفين هنا هو توتل سليوشنز فاوند زيرو فانا اليومين المبارح والنهاردة اللي اشتغلوا ماليش ريوردز مش هيجيلي حاجة آآ آآ بتخش على البورتل بتاعهم اهو آآ اسمه اب دوت كيوب دوت اي بتكريات اكاونت بالايميل والتعم بالايميل بتاعك ايميل وباسورد بتدخل على البول ماينج عندهم اتنين بول واحد بول وخمسة خمسة وتمانين في المية يعني لما بتحل بلوك او بتخلص انت بتاخد خمسة وتمانين في المية من ريوردز والخمستاشر في المية بتروح للبول وعندهم واحد تاني زائد بونس انا بصراحة زي ما قلتلكم مش من وقت الجي بيو ماينج بس لقيت انه كل اللي بيعدن كل الفيديوهات اللي شفتها بيستخدموا الفيكست ريورد خمسة وتمانين في المية لو حد فيكو عنده معلومات اكتر من اللي عندي يا ريتي شاركنا بيها في الكومنتات وعلى الجروب بتاعك تيليجرام آآ بس يا سيدي انت كل اللي محتاجه بكرة هعمل لكم فيديو ازاي اشغل جهاز انا فيه جهاز جاي لي هنزل عليه كل حاجة من ايه تزد قدامكم الكلام ده بيتقضيت كل خمس دقايق تقريبا او عشر دقايق فالسرعة بتتحدس ادي الفايل اللي بتعمل له اهو آآ السرعة بتاعتي من سبعة وعشرين من خمسة وعشرين لوحد وتلاتين اي تي بر ساكنت بس زي ما انتم شايفين السوليوشن لحد دلوقتي صفر فانا مطلع ليش اي حاجة من تعدين الكيوبك ده الناس اللي عندها فارمز وبتوصل لربعمائة وخمسمائة اي تي بر ساكنت نتيجة ان هما حطين الوركرز كلهم في البول مع بعض فبيطلع لهم توتل آآ ربعمائة او تلتمائة اي تي بر ساكنت بيقولوا ان هما بيعملوا ستين وسبعين وتمانين دولار في اليوم انا لما دخلت احسب الحزبة عشان اجيب لي خمس اجهزة آآ خمس بوردات جيجا بايت او اسوس وعليهم خمس بروسسورات آآ 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 لقيت انه كل يونت محتاجة حوالي تسعمائة لالف دولار فبالنسبة لي عشان انشئ فارم دلوقتي عشان الكيوبك موضوع مش منطقي لكن هو هيبقى مناسب اكتر للي عنده قريدي رجات جي بي يو او سي بي يو كان بيعدن بيها قبل كده فالمشروع ده هيعتبر بالنسبة لهم آآ لقطة فأنا حابيب اقول لك لو انت عندك كريج كنت بتعدن عليه مثلا ووقفته عشان غير مجدي دلوقتي تقدر تحوله ان هو يعدن آآ آآ كيوبك بكرا ان شاء الله هعمل لكم فيديو بالتفصيل ازاي تفتح محفظة ويب ازاي آآ تنزل الصوفت وير وازاي تشغله على جهازك لو كان جهازك اي ام دي رايزن ناين او انتل اي ناين هتقدر تشغل عليه تعدين الكيوبك بس يا سيدي ده كل اللي كنت عايز اقوله لك النهاردة وان شاء الله يوم تسعتاشر هعمل لك فيديو عن تشغيل البابل تراكر هيوصلني يوم تسعتاشر فهعمل لك فيديو ازاي تعدن عليه الايوتكس آآ توكن وتعدن عليه الفراي توكن بحيث انه هو يدخل عملتين هيدخل في اليوم عشرة ايوتكس ومية وحاجة آآ فراي اللي هو في الاخر يبقى حوالي آآ تلاتة دلار او تلاتة دلار ونص على السعر الحالي للعملتين والجهاز سعره تقريبا قربة تلتمية دولار لانك بتحتاج وبتحتاج بتشحنه كل شهر عشان يفضل شغال ان شاء الله يوم تسعتاشر هتعرفوا الكلام ده كله بالتفصيل قدامك وحنعمل والتشغيل مع بعض رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين واشوفكو في الفيديو الجاي على خير لو انت مش مشترك في القناة اشترك زر اللايك بيشجعني اكتب لي كومنتات كل اللي انت كل الاسئلة اللي في دماغك او اللي ما كانش واضح في فيديو النهاردة آآ موضوع التداول على منصة ماشيين فيه كويس بنحقق اربعين وخمسين وستين في المية ارباح فلو انت ما سمعتش عن الموضوع ده هتلاقي فيديو عن منصة موجود في فيديوهاتي وهتلاقي التفاصيل على جروب التليجرام روح على هناك واشترك معنا وكل اسئلتك هنجاوب عليها لما تدخل معنا ان شاء الله كل سنة وانتو طيبين واشوفكو في فيديو جديد بكرة او بعد بكرة بالكتير ان شاء الله